حدثني إسماعيل بن إبراهيم أخبرني أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحريث قال وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني تزوجت فلانة ابنة فلاء فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كذبة فقال فكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك حثنا سفيان عن اسماعيل ابن أمية عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحريث قال تزوجت ابنة أبي إيهاب فجاءت امرأة سوداء فذكرت أنها أرضعتنا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت بين يديه فكلمته فأعرض عني فقمت عن يمينه فأعرض عني فقلت يا رسول الله إنما هي سوداء قال وكيف وقد قيل حان عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحريث قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عيمان قد شرب الخمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من في البيت فضربوه بالأيدي الجريد والنعال قال وكنت في من ضربه حدثنا روح حدثنا عمر بن سعيدي بن أبي حسين قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحريث قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا فدخل على بعض نسائه ثم خرج ورأما في وجوه القوم من تعاجبهم لسرعته قال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمه حدثنا أبو أحمد حدثنا عمر بن سعيد عن أبن أبي مليكة عن عقبة بن الحريث قال إن صرا فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى العصر فذكر معناه